السلام عليكم، هلو والله من الشباب، كيف الحال؟ شخباركم طيبين إن شاء الله اليوم رجعنا لكم مقطع جديد ولكن راح أقول لكم سبب هذا الأصبع وش صار فيه ممكن اللي يتابعوني سناب يعرفون لقعت بالحديدة، انت محميها وصار اللي صار وإذا كنت ما تتابعني سناب حبيبي وعزيز المتابع صوري الشاشة الآن؟ يب صوري الشاشة الآن تكفلة، تصير من اللي يجواني من الكسبلور حق السناب هو سامع عندك سناب؟ إينا الله لعظيم، إني غارد إيه؟ برقارد تعالوا وقل لي لا أنا جايك من اليوتيوب قبل ما نبدأ في مقطع اليوم أجمعة الخير في المقطع اللي فات تحددتك ونوصل 15 ألف لايك ولكن الحمد لله وصلنا 12 ألف لايك يعتبر نعمة في هذا المقطع أنا متأكد إن حنا راح نقدر على هذا التحدي 15 ألف لايك؟ وكل شخص قاعد يتابع المقطع الآن يشترك في القناة ويفعل جرس تنبيات باقي شوي والله العظيم على 200 ألف تلتلكم في المقطع اللي فات باقي شوي على 200 ألف زدنا 10 ألف متابع باقي شوي على 200 ألف بس 20 ألف متابع وندخل 200 ألف متابع لا تنسونا يا جماعة الخير من دعمكم ورضو لو تنسونا القيام الترويح تاكفون لا تروع عليكم قاعد سجن مقطع الآن في 25 رمضان لا يروع عليكم ما بغطول عليكم لايك، اشتراك، لاتس جو يا جماعة الخير اليوم شو راح نسوي السيارة هناك وراي راح نروح ناخذ مقشر راح نقشر كل بويت السيارة عشان ندخلها على الفرق ولكن أول مرة استخدم المقشر وحسني يعني جيد العيد لاتس جو نجيب ونرجع نفتح العلبة وتجيب لك سطل يعني زي كده ستنظم الموية كل نعشب كده تاخذ هذا بس وتصبه جواه ثواني نصبه بناء جواه جهات الخير بعدها نجيب هذه الريشة نبتها بس ونمسح فيها البديل وتشوفها نحيب تخيروا جماعة خير بس دهنت الوجهية شوفوا كيف انفك شوفوا تقشعت البوية تكشون خليها بس كده لما يتفاعل بعدين بالحديدة هذي الموجودة تحت الحكها كلها شوفوا معاي بالله شوفوا هذي حكيتها قبش يناظروا يا ساتر البوية مشت يا ساتر خير بعد ما حطينا المادة شوف كيف البوية قاعدة تتفكك خليها تتفكك على راحتها وبعد الله يسلمكم نحكها بالآلة هذي وتصير تمام التمام بإذن الله جينا وستجرنا هذا عشان بتصفر فيه السيارة برضو راح ناخد هذا عشان سخ خير طربناه بالصاروخ الصاروخ لينا طبعا حاس ام البيت ولكن شوف كيف بنظف ام امها يعطيناه المادة من جديد بنحكها حك بالسكين وخلاص ويطلع تمام إن شاء الله بعد باقي الجهاز ما جيتها اللي نفك هذا الشي توجهي شوف ملاسي مو عج في عج في الخرج توقع مني طيب نخلص الكبوت ونشوف إن شاء الله جهاز جاهز للغصيل حرفيا بس إن شاء الله جير كفر كم نسم رح نعب ناهوة رح نركب الام لنطلع الصناعية عشان يشوفوا سعر البوايا بكم رح يرشونها برضو راح نشوف الدفرانس هل ممكن يتصلح في طريقة قالوا تخلط استوبة توقع وزي كده ويضبطها نركبه ونحرك وهذا طلعنا السيارة جمعات الخير وراح نحرك الان للصناعية وصلت الورشة واخذ واحد بس بعمر اه يجي حبد الله بعمر يالله شكرا دلوني على الورشة ثاني هناك قدام راح نطلع لحلام بسم الله يا جمعات الخير عند الورشة نشوف ان شاء الله ان يمرشون عبا اذن الله يبغروا شكامل يا مدير هذا انا شغل اي اخذنا سنفرم قاس 80 و سنفرم قاس 400 وخذنا شترطنات اجل نقفل ازياج وبرضو هناك اخذنا معجون وهنا الشيخ صديقي الله يسعده يا رب يحفظه فراح نبدأ اليوم الشغل باذن الواحد الاحد فكنا الكبوت بنطلع الان الصدام بنطلع الازياج الموجودة هنا بنفت كل شيء عشان نجهزل السم فكنا السيارة بشكل كامل خالد السم الله ليهينك الشيخ بحميت واضح الثوب معلق جاي من المسجد بسم الله ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه لا لا الامور زيانا بنخلص رحم كله. ها لا صدام نخلي على الحالة توقع كويس. بس اه بشر بشر. طب جوعة خير قاعدين مفك الكبوت كبوت. انا والله راشد ايه. ايه ايه. قاعدين يفك الديكور كامل. خالت خالت. يلا ليهينا. هذي العدة كاملة. راح مفك فيها. بس اول شي خانا اعلمكم شو راح نسوي راح نفكك الديكورات راح نفكك الصدامات. راح نفكك اي شي بلاستيك موجود هنا. طيب بعد الله يسلمكم. اه راح نقرش ام البويا اللي هنا كلها كاملة. ونرشها اساس ونضبط كل شي. نجيكم بعد شوي. ارحب يا الشيخ. يا اهلين وسهلين. راح نبدلان نجواتي خير. نقشر ام البويا دي كلها كاملة. بعد نحكب الصاروخ راح تشموها عاد كل شي في الفيديو. حربيا حربيا حربيا. المشهور قاش شاركوش. بولي سمت راه هذا تزويت. لا يوجد حكوش. طيب اليوم الثاني جمعات الخير الحبل يسحب البنزين ما تطلع بره لحين العصر نطلع بره بس عشان لو جينا نسخن البدية ونضربه بالنار ما يحترق او ما يصير لشي من باب الحذر نكتطلع البنزين من التانك وتخلي بعيد عن الغاز والنار والحرارة خير حرقنا هذا كامل وصلنا الين هنا حد الباب يوالله كيف الشغل يوصفك الله ملتوحك الشغل استاهل استاهل الطيب يا شيخ اللهي انه ما قصر انه كلمني سناب وقال لي أنا اللي باجي وبنشتغل عليه يوم قلت لهم ان سعر البوية غالي والحرق غالي والله انها بيض وجه طيب جمعات الخير الحين هذا قاعدين نفك الباب وراح نفك المساكة حقتها ونكمل الحرق برضه خلصنا رف رف مثل ما قلنا وكبوت والرف رف والباب ووقفنا شغل لان الجو تغير غطينا السيارة بس عشان البدي ما يجي شي ولا يصدي يا نرجع نكمل بعد ما يهدى الجو يا نخلي لين بكرة خلصنا الجزية هذه جمعة الخير بالصاروخ والجزية الجنب لايصر ممكن حين اليوم بيكون خالص باذن الله مع التندة يمكن الان راح نحط للمادة او المذيب او ضطش مادروا اش هو استعبان فراح يفكها كامل ان شاء الله المادة اجماعة الخير شوفوا هنا شوفون كيف قاعد تتفاعل الحين اتطيح بعدها نسحبها بال عرفتو السكينة هذه نشيلها اهلا سهلا 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 خير يا جماعة خير اليوم اليوم الثالث رح نطلع الان الصناعية نجيب صوف والجو جميل مرة شوف الجو جميل جميل مرة رح نرجع نجيب سنفرة ما صوف سنفرة ليتركب على صرف نفسه لان باقي لنا الباب وباقي لنا رفرف اللي ولا اللي ولا لان باقي لنا الباب باقي لنا الفرف اللي ولا والتندة رح نطلع ليان لمحل نأخذها ونرجعها الحال الجماعة خير معروف في دواء البي一些 والسنفرة وليش يا ها دي ورح ننزل الان ونأخذ منك الأغراب لو شير حبة زيادة كما ترى تخفض لي يلا يلا يبنى السامبرا جمعت الخير والجوه برضه مطر ما ينبعد سامبرا وضعت مطر عشان ما يصد ديني نبدأ في منطقة ذي ما علشان أبدأت هنا رح نبدأ في منطقة ذي نقشرها بعدها تشوفوا شكلها النهائي بإذن الله طيب جمعت الخير تخلصنا الجهة دي فاقي نكمل هذا كله ولكن أنا خايف من الجو أن يجو مطر لأن الجو مرة كويس بوريكم كمية المعجوم بس شوفها شوفون مطبعية مطبعية والله مطبعية شوفوا شوفوا المعجوم من جهنة هذا هو أنا حاكة مدخيلين كذا شكلها يا ساتر ملجهة دي كاملة الحين رح نحط عليها المادة بس عشان تفك الأجزاء البسيطة والأجزاء اللي في الحفر نفسها يعني فيب حطينا عليه المادة جمعة الخير رح نخليها بس بعدها نحكها بالسكين شوفوها هنا قاعدة تتفاعل شوفونها فبس نخلصها بس بعدها نحكها بالسكين حقتها الباب شوفوا المعاجل اللي هنا تشوفونا هذي كلها يبي لحك ومحطوط معجون فما يحتاج انك تحط فيها معجون فرح نبدأ لان خلصنا الباب من فوق باقي الباب من تحت ولكن رح نحط مادة عليه فوق عشان اللي تحت رح نحرقها ان شاء الله بعد الصلاة نطلع نصلي بنرجع نكمل شغلنا كامل هناك المادة نزودها بس بس أول شي لازم تلبس قفاز عشان يدك ما تنحرق لنشوف ايش صار بيدي هنا اخ موباين يلا حقا فيه شوفوا هنا توقع عنا باين حجت عليه المادة بس خفيف وحرقت على غول طيب طيب جمعات خير رح نوقف هنا ان شاء الله في المقطع الجاي رح نكمل اه عارف اني ما اصور واجد او اني اتخر في التنزيل ولكن المقططفات الزيكية تكون متعبة يعني والله بشكل كبير مو متعبة بس لا والله متعبة بشكل كبير فراح نتخر شوي ولكن خلك نفعل جرس تنبيهات وانتظر اي مقطع ينزل وبرضه تابعني في السنابة اصور فيه يوميات يعني بأحيان والله تنزل حوالي يمكن ستين الى سبعين سنابة يوميا عن السيارة كل يما تحمس وحاب يساعد تحصن سنابي تحت او راح يطلع لك في الشاشة ونشوفكم في المقطع القادم باذن الله طيب يا جماعة الخير الحين شو راح نسوي راح نفكر رفارف حق السيارة راح نفكر كل شي في السيارة حرفية كل شي من رفارف من بيبان بنطلعها كلها برا وبننظفها وبنسمكرها وبنركبها راح نفكر راح نفكر كل شي سواسيا اشتركوا في القناة ايوه خيرة بنفك ايه اه في شي عالي اه في مسار مو مسار تلحم ايوه مادمون بصرها جديدة. ايه ايه. خير فكينا الرفارف واللحية والرفرف الثاني برضو. تعال اشوفوه. هكينا كلها راح ننظف الصدى ونضبط الفصلات حقتها ونرجحها باذن الواحد لحد. راح نبدأ سمكرة. نظفنا الجهة دي كلها. راح نبدأ الان نسمكرها ونحط المعجون ونحط الاشياء اللي يحتاج لها. نحط المنشف الان. شوف الكمية اللي راح تنحط. يوس. يا السلام. حطينا المعجون على هذا الجهة باقي يكمل السيارة برضو. يوس. يا السلام.